ترأس معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى عمل الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس في دور العقاد الثاني من الفصل التشرعي السادس وبدأت الجلسة وعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقمها عشرين لسنة الفين وثلاث وعشرين بإضافة بند جديد برقم سبعة إلى الفقر جيم من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ثمانية وسبعين لسنة الفين وست بشأن التامين ضد التعطل والذي يسمح بتمويل صندوق العمل تمكين بمئتي مليون دينار من وفورات صندوق التامين ضد التعطل وأشار مقرر اللجنة إلى أن المرسوم بقانون يهدف إلى رفع مستويات الحد الأدنى للأجور من مختلف التخصصات والمستويات المهنية في القطاع الخاص بما يسم في رفع مستوى المعيشة للموطنين وخلق فرص عمل ووظائف جديدة مناسبة للبحرينين الباحثين عن عمل وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته لرئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك في هذا المرسوم بالنسبة إلى صندوق التعطل سوف يتم خصم 200 مليون دينار على دفعات لتمويل موضوع تدريب وإدماج البحرينيين في سوق العمل طبعا هذا الموضوع مهم جدا وأيضا هذا يتصب بعمق في أهداف صندوق التعطل لأنه يؤدي إلى استقرار البحرينيين يؤدي إلى دخول بحرينيين جدد إلى سوق العمل ويؤدي أيضا بالرقي بالموجودين أو بتدريب القادمين الجدد إلى سوق العمل وثم الحاقهم في هذا السوق وهذا طبعا يؤدي بالتالي إلى الاستقرار الاقتصادي وهذا ما يطمح له الصندوق ونطمح له أيضا الحكومة الموقرة اشتركوا في القناة